صنف الأولاني اللي اتكلمت عليه الآيات في التعامل مع السوشال ميديا أو بمعنى دق بقى التعامل مع الأخبار المزيفة اللي طلع الخبر نفسه اللي ربنا قال عليه إن الذين جاءوا بالإفكي عصبة منكم ناس مننا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره اللي قال لي في الموضوع ده له عذاب أليم هقولك العذاب الأليم ده في الآخر ربنا قال عليه إيه فواحد هو اللي أنشأ أي أن كان بقى باطنه الخبيث بيطلع الخبر ده أي أن كان منافعه لكنه في الآخر شخص قال عليه صلى الله عليه وسلم أنه من أشد الناس عذابا في القبر وشاف النبي في رؤية عذاب من يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق شاف عذاب شديد جدا ليه في القبر موسيقى